حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن شرحبي لقال أخذت نهسا بالأسواف فأخذه مني زيد بن ثابت فأرسله وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها حدثنا سريج حدثنا أبن أبي الزنادي عن أبيه عن خارجة ابن زيد أن زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية أن تباع بي خرصها كيلا حدثنا الأسود بن عامر حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تاريك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض حدثنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن عبد المطالب بن عبد الله قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فحدثه حديثا فأمر إنسانا أن يكتب فقال زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نكتب شيئا من حديثه فمحاه قال حدثنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطالب بن عبد الله قال تمارو في القراءة في الظهر والعصر فأرسلوا إلى خارجة ابن زيد فقال قال أبي قام أوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شافاتيه فقد أعلم ذلك لم يكن إلا لقراءة فأنا أفعل قال حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالمين عن أبن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية أن تباع بي خرصها ولم يرخص في غير ذلك قال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النظر يحدث عن بصري بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يفتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشية أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها حسن سفيان عن الزهري عن سالمين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر فأخبرهم زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا حسن يحيى عن هشامين حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال لتسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية حسن سفيان عن عمر وعن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمر للوارث وقال مرة قضى بالعمر حسن جرير عن الأعمش عن ثابت ابن عبيد قال قال زيد بن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن السوريانية إنها تأتني كتب قال قلت لا قال فتعلمها فتعلمتها في سبعة عشر يوما حسن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الولدي بن أبي الوليدي عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافعي بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما آت رجلاني قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع قال فسامع رافع قوله لا تكروا المزارع حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو سيناء سعيد بن سيناء حدثنا وهبو بن خالد عن أبي ابن الديلمي قال لقيت أبي ابن كعب فقلت يا أبا المنذري إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالمين لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو انفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مدت على غير ذلك لدخلت النار قال فأتيت حذيفة فقال لمثل ذلك وأتيت ابن مسعود فقال لمثل ذلك وأتيت زيد بن ثابت فحدثني فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حسنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا عمر بن سليمان من ولدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبانا بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروانا نحوا من نصف النهار فقلنا ما بعث إليه ساعة إلا لشيء سأله عنه فقمت إليه فسألته فقال أجل سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله إمرأة سمع منا حديثا فحافظه حتى يبلغه غيره فإنه ربح حامل فقه ليس بفقيه وربح حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلمين أبدا من أخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وقال من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر حثن يحيى بن سعيد عن أبن أبي ذئب عن يزيد بن قصيط عن عطائي بن يسار عن زيدي بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكري بن أبي الجهمي بن سخير عن عبيد الله بن عطبة عن أبن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذيقرد أرض من أرض بني سليمين فصف الناس خلفه صفين صف يوازي العدو وصف خلفه فصل بالصف الذي يليه ركعة ثم نكاس هؤلاء إلى ما صاف هؤلاء وهؤلاء إلى ما صاف هؤلاء فصل بهم ركعة أخر حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أركين الفزاري عن القاصم بن حسان عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف فذكر مثل حديث ابن عباس حثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالمين أبي النضري عن بسري بن سعيد عن زيدي بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحجرة فكان يخرج يصلي في هفافتنا له أصحابه فكانوا يصلون بصلاته حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيمين قال سمعت الزبريقان يحدث عن عروتا بن الزبير عن زيدي بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صالتين وبعدها صالتين حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير ابن الصلط قال كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زن يا فرجموهما البتة فقال عمر لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبنيها قال شعبة فكأنه كره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخة إذا لم يحصن جلد وأن الشابة إذا زن وقد أحصن رجمه حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حاضر ابن المهاجر الباهلية قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيدي بن ثابت أن ذئبا نيبا في شات فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها حتنا أبو عامر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الملك ابن أبي بكر عن خارجة ابن زيد عن زيدي بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار حنا بهز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع أناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول بقطلتهم وفرقة تقول لف أنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبثة كما تنفي النار خبث الفضة حدثنا عثمان بن عمر أنا هشام عن محمد عن كثير ابني أفلح عن زيدي بن ثابت قال أمرنا أن نسبح في دبري كل صلاة ثلاثان وثلاثين ونحمد ثلاثان وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فأطي رجل في المنام من الأنصار فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبح في دبري كل صلاة كذا وكذا قال الأنصاري في منامه نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرين خمسا وعشرين وجعلوا فيها التهليل فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا حسنا عبد الرزاقي أنا معمر عن الزهري عن قبيصة ابني ذئيب عن زيدي بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء عبد الله ابن أم مكتومين فقال يا رسول الله أني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة وقد ترى وذهب بصري قال زيد فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفخذ حتى خشيته أن تردها فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون فذكر الحديث حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثني موسى بن عقبة عن أبي النظري عن بسري بن سعيد عن زيدي بن ثابت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فسامع أهل المسجد صلاته قال فكثر الناس الليلة الثانية فخفي عليهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعلوا يستأنسون ويتنحنحون قال فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم بالذي تصنعون حتى خشيته أن يكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما قمتم بها وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة حثنا عثمان بن عمر حدثنا أبن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمني عن محمد بن عبد الرحمني بن ثوبان عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدثنا عبد الملك بن عمر أنا أبن أبي ذئب مثله إلا أنه قال قاتل الله اليهود حثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبن شماسة عن زيدي بن ثابت قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوما حين قال طوبى للشهام طوبى للشهام قلت ما بال الشام قال الملائكة باست أجنحتها على الشام حثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة أخبره أن زيد بن ثابت قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاعي إذ قال طوبى للشهام قيل ولماذلك يا رسول الله قال إن ملائكة الرحمن باستة أجنحتها عليها حثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبن لهيعة قال كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني عن بصري بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتجم في المسجد قلت لابن لهيعة في مسجد بيته قال لفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى بن سعيد عن هشامين قال أخبرني أبي أن زيد بن ثابت أو أبا أيوب قال لمروان ألم أرك قصرت سجدتي المغرب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالأعراف حثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن أنسي بن مالك عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم وطلع من قبلي كذا فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا حثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سيناء يحدث عن وهبي بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماوته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالمين لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن متعلا غير هذا دخلت النار حسن بن موسى حدثنا أبن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة قال سمعت قبيصة بن ذئيب يقول إن عائشة أخبرت أهل الزبيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها ركعتين بعد العصر فكانوا يصلونها قال قبيصة فقال زيد بن ثابت يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير فقعدوا يسألون هو يفتيهم حتى صلى الظهر ولم يصل ركعتين ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر فانصرف إلى بيته فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا فصلاهما بعد العصر يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من عائشة نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بنه بيرتا عن قبيصة ابن ذئيب عن عائشة أنها أخبرت آل الزبير فذكر معناه حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني نافع عن أبن عمر عن زيدي بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابانة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني الزهري عن خارجة ابن زيد عن زيدي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس عن زيدي بن ثابت أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم خرجنا إلى الصلاة قال قلت لزيد كم بين ذلك قال قدر قراءة خمسين آية حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدر قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل منهم من يقول يا معشر المهاجرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهم منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك قال فقام زيد بن ثابت فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإنما الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فقال جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال والله لو فعتم غير ذلك لما صالحناكم حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبيه عن خارجة ابن زيد أن أباه زيدا أخبره أنه لما قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي فقال يا رسول الله هذا غلام من بن النجاري معه مما أنزل الله عليك بضعة عشرة سورة فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فأني والله ما آمن يهود على كتابي قال زيد فتعلمت كتابهم ما مرت بخمس عشرة ليلة حتى حذقته وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب حدثنا سريج بن النعماني حدثنا ابن أبي الزنادي الزنادي عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن زيدي بن ثابت قال أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فذكر نحوه حثنا يحيى بن سعيد عن هشامين حدثنا قتادة عن أنس عن زيدي بن ثابت حا ويزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن أنس عن زيدي بن ثابت حا وواكيع حدثنا الدستا وأيوه عن قتادة عن أنس عن زيدي بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا إلى المسجد وأقيمت الصلاة فقلت كم بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قال قال يزيد في حديثه فقلت لزيد كم كان قدر ما بينهما قال نحو من خمسين آية حدثنا وكيع حدثنا الدستا وأيوه عن قتادة عن أنس عن زيدي بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية حدثنا وكيع حدثنا كثير بن زيد عن المطالب بن عبد الله عن زيدي بن ثابت أنه سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شافاتيه حدثنا وكيع ويزيد قال أنا أبن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطائي بن يسار عن زيدي بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنجمي فلم يسجد فيها قال يزيد قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيدي بن أبي هند عن سالمين أبي النظري عن بسري بن سعيد عن زيدي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة حسنا عبد الملك بن عمر نحدثنا أبن أبي ذئب وعثمان بن عمر أنا أبن أبي ذئب عن عقبتاب بن عبد الرحمن عن محمدي بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيدي بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود وقال عثمان لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة حسنا عبد الرحمن حدثنا سفيان أملاه علينا عن أبن أبي نجيح عن طاوس عن رجل عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقب للوارث حسنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن أبن عمر عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها حسنا إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمدي بن عمار عن الولدي بن أبي الوليدي عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافعي بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما آت رجلاني قد اقتتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع قال فسامع رافع قوله لا تكروا المزارع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخضري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح قال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها وقال الناس حيز وأنا وأصحاب حيز وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد الخديري لو شاء هذان لحدثاك فرفع عليه مروان الدرة ليضربه فلما رأى ذلك قال صدق حنا بهز حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عن عبد الله بن يزيد عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع أناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول بقتلهم وفرقة تقول لا وقال ابن جعفر فكان الناس فيهم فرقتين فريقا يقولون بقتلهم وفريقا يقولون لا قال بهز فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبثة كما تنفي النار خبث الفضة حدثناه عفان وقال فيه سمعت عبد الله بن يزيد فذكر معنى حديث بهز حثنا كثير عن جعفر عن ثابت بن الحجاج قال قال زيد بن ثابت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال يأجر الأرض بنصف أو بثلث أو بربوع حثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضري عن بسري بن سعيد عن زيدي بن ثابت الأنصري قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها فصلوا معه بصلاته يعني رجالا وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغضبا قال فقال لهم أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننتوا أن سيكتبوا عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حثنا سليمان بن داود أنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن هشامي بن عروة عن أبيه عن مروانا بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ألم أرك الليلة خففت القراءة في سجدتي المغرب والذي نفسي بيده إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما بطول الطول ييني حثنا عفان حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت عبد الله بن يزيد عن زيدي بن ثابت قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع أناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا قال ابن جعفر فكان فريق يقولون قتلهم وفريق يقولون لا قال بهز فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبثة كما تنفي النار خبث الفضة حثنا فياض بن محمد أبو محمد الرقي عن جعفر يعني ابن برقان عن ثابت بن الحجاج قال قال زيد بن ثابت نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قال وقيل لهما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع أو بأجباه هذا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا قال رجع أونس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس فيهم فرقتين فريق يقولون قتلهم وفريق يقولون لفنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين وقال إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة حنا بهز بن أسد أبو الأسود حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالا ثم خرجنا حتى أتينا الصلاة قال أنس فقلت لزيد كم كان بين ذلك قال قدر قراءة خمسين آية أو ستين آية حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها كيلا حتى نأل حكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وضمرة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكل ما في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا الحكم بن نافع أنا شعيب عن الزهري أخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب قد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فاتمستها فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ألها عليه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا أبن جريج عن أبن أبي مليكة أخبرني عروة بن الزبير أن مروان أخبره أن زيد بن ثابت قال له ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السوري قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطول يين قال ابن أبي مليكة وما طول الطول يين قال الأعراف حسنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن أبن شيهاب أنه قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكري بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين أن خارجة بن زيد الأنصري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار حسنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا أبن شيهاب أخبرني خارجة بن زيد أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصاحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها رجال صدقوا معاهد ألها عليه فاتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت فألحقتها في سورتها في المصحف حسنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيهاب عن عبيدي بن السباقي عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتال أهل اليمامة فإذا عمر عنده جالس وقال أبو بكر يا زيد بن ثابت أنك غلام شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن فقلت أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري بالذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حثنا عبد الرزاقي أنا سفيان عن أبني أبي نجيح عن طاوس عن رجل عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقب للذي أرقبها والعمر للذي أعمرها حثنا عبد الرزاقي وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله ابن أبي مليكة يحدث يقول أخبرني عروة ابن الزبير أن مروان أخبره قال قال لزيد بن ثابت مليكة تقرأ في المغرب بقصار المفصل لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب طول الطول يين قال قلت لعروة ما طول الطول يين قال الأعراف حثنا عبد الرزاقي قال قرأت في كتاب معمر عن الزهري عن عبد الملك ابن أبي بكر عن خارجة عن زيدي بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الرزاقي حثنا معمر عن عمري وابن دينار عن طاوص عن حجر المدري عن زيدي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر للوارث حثنا عبد الرزاقي حثنا عبد الرزاقي وابن بكر قال أنا أبن جريج وروح أنا أبن جريج أخبرني عمر بن دينار أن طاوصا أخبره أن حجرا المدري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر في الميراث حثنا عبد الرزاقي حثنا عبد الرزاقي حثنا عبر بن حجر المدري عن زيدي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ترقب فمن أرقب فسبيل الميراث حسنا عبد الله بن الحارث عن شبل عن عمر بن دينار عن طاوس عن حجر المداري عن زيدي بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقب فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث حسنا عبد الرزاقي أنا معمر عن الزهري عن خارجة ابن زيد أو غيره أن زيد بن ثابت قال لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتها عند خزيمة الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا معاهد ألها عليه إلى تبديل قال فكان خزيمة يدعذ الشهادتين أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين قال الزهري وقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما حسنا قران ابن تمامين عن أبي سيناء الشيباني عن وهب الحمصي عن أبن الديلمي قال أتيت أبي ابن كعب فقلت له إنه قد وقع في نفسي من القدر شيء فأحب أن تحدثني بحديث لعل الله أن يذهب عني ما أجد قال لو أن الله عز وجل عذب أهل الصموات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالمين لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو كان أحد لك ذهبا فأنفقته في سبيل الله ثم لم تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما تقبل منك ولو متع على غير ذلك دخلت النار ولا عليك أن تلقى أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فلقي عبد الله فقال له مثل ذلك ذلك ثم لقي حذيفة بن اليمان فقال له مثل ذلك ثم لقي زيد بن ثابت فقال له مثل ذلك إلا أنه حدثه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تاريك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض جميعا حثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن خارجة ابن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار حثنا يزيد بن هارونا أنا يحيى بن سعيد عن نفعي بن عمر قال أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصا في العرية أن تأخذ بمثل خرصها حثنا يزيد بن هارونا أنا أبو مسعود الجمعي تأخذ بمثل خرصها تمر يأكلها تمر يأكلها أهلها رطبا حثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة إلا أنه رخص لأهل العرية أن يبعوها بمثل خرصها حثنا يزيد بن هارونا أنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فيه أقبر وهو على بغلته فحادت به وكدت أن تلقيه فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل يا رسول الله قوم هلكوا في الجاهلية فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت لها عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر ثم قال لنا تعوذ بالله من عذاب جهنم قلنا نعوذ بالله من عذاب جهنم ثم قال تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال فقلنا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ثم قال تعوذ بالله من عذاب القبر فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر القبر ثم قال تعوذ بالله من فتنة المحيا والممات قلنا نعوذ بالله من فتنة المحيا والمامات حثن روح حدثنا هشام عن محمد عن كثير ابن أفلح عن زيدي ابن ثابت قال أمرنا أن نسبح في دبري كل صلاة ثلاثان وثلاثين تسبيحة ونحمد ثلاثان وثلاثين تحميدة ونكبر أربع وثلاثين تكبيرة قال فرأى رجل في المنام فقال أمرتم بثلاثين وثلاثين تسبيحة وثلاثين وثلاثين تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة فلو جعتم فيها التهليل فجعتمها خمسا وعشرين فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالا قد رأيتم ففعلوا أو نحو ذلك حسن إسماعيل بن عمر حدثنا أبن أبي ذئب عن أبن شيهاب عن عبد الملك ابن أبي بكر عن خارجة ابن زيد عن زيدي ابن ثابت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبن سيرين عن زيدي ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاء يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها وقال إنها تطلع بين قرني شيطاء أوي من بين قرني شيطاء حسن يونس بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزنادي عن أبيه عن خارجة ابن زيد قال قال زيد بن ثابت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة فقال ما هذا فقيل له هؤلاء أبتاع الثمار يقولون أصابنا الدمان والقشام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها حدثنا سريج وقال الأدمان والقشام حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثني زياد بن سعد الخراساني سمع شرحبيل بن سعد يقولوا أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا ومعنا في خاخ ننصب بها فصاحبنا وطردنا وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن أبي الزنادي عن خارجة ابن زيد قال 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 زيد بن ثابت إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه قال وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذه حين غشيته السكينة قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال أكتب يا زيد فأخذت كتفا فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الآية كلها إلى قوله أجرا عظيما فكاتبت ذلك في كتف فقام حين سمعها ابن أم مكتومين وكان رجلا أعمى فقام حين سمع فضيلة المجاهدين قال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك قال زيد فوالله ما مضى كلامه كلامه أو ما هو إلا إن قضى كلامه غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذ فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه فقال اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر قال زيد فألحقتها فوالله لا كأني أنظر إلى ملحقها عند صدعا كان في الكتف حدثنا سريج أنا أبن أبي الزنادي عن أبيه عن خارجة ابني زيد قال 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 زيد بن ثابت أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا إلى جنبه فذكر نحوه حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثنا ضمرة بن حبيبي بن صهيب عن أبي الضردائي عن زيدي بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يومين قال قل كل يومين حين تصبح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعل من صليت وما لعنت لعنت من لعنة فعل من لعنت إنك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح حين أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الممات ولذة نظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتد علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ظنبا لا يغفر اللهم فطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق الجنة حق والساعة أهتية لريب فيها وأنت تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيحة وعورة وظنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاخفر لذنبي كله إنه لا يغفر اللذنوب إلا أنت وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم حدثنا سريج حدثنا أبن أبي الزنادي عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن زيدي بن ثابت قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة فذكر نحو حديث سليمان بن داود عن أبي الزنادي عن أبيه عن خارجة ابن زيد عن زيدي بن ثابت حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو الزنادي عن عبيدي بن حناين عن عبد الله بن عمر قال قديم رجل من أهل الشام بزيت فساوامته في من ساوامه من التجار حتى ابتعته منه حتى قال فقام إلي رجل فربحني فيه حتى أرضاني قال فأخذت بيده لأضرب عليها فأخذ رجل بذراعي من خلفي فاتفتت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي حثنا أبو اليماني أنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الملك بن أبي بكري بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين أن خارجة ابن زيدي بن ثابت الأنصارية أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار حثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن شرحبي لابن سعد حدثني زيد بن ثابت في الأسواق ومعي طيل استضته قال فلطى ما قفايا وأرسله من يدي وقال أما علمت يا عدو نفسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها حسنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنسي بن مالك عن زيدي بن ثابت قال ماررت بنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر يأكل تمرا فقال تعالى فكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريد ما تريد فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة فكان بين ما أكلنا وبين أن قمنا إلى الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية حسنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالمين عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة بالتمرة ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا قال سفيان العرايا نخل كانت وهب للمسكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبعونها بما شاءوا من ثمره